اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم انه في ظل التوجه العالمي نحو تعميق ادماج التكنولوجيا في مختلف المجالات الحياتية من خلال توظيف الذكاء الصناعي فان الوزارة تعمل على تكوين خريجين قادرين على الاندماج في هذا العصر التكنولوجي سواء كمستخدمين او فاعلين او مشاركين في بناء هذا التطور وتم في هذا الاطار ادماج مواضيع تعنى بالبرمجة في جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية واوضح الوزير ان وحدة تقنية المعلومات والاتصال بادارة المناهج قامت بادماج موضوع البرمجة ضمن المرحلة الابتدائية بهدف ترسيخ اسس البرمجة لدى الطفل من خلال تعلم تحليل المشكلات والتخطيط لحلها وتنفيذ الحل اما في المرحلة الاعدادية فقد تم ادراج موضوع تصميم صفحات الويب الديناميكية والذي يشمل التعامل مع لغات برمجة مختلفة اما في المرحلة الثانوية فتعمل الوحدة حاليا على تطوير المنهج لتعلم البرمجة بلغة بايتون وهي اللغة الاشهر حاليا والاكثر انتشارا نظرا لقدرتها على تلبية متطلبات جميع المجالات البرمجية كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير مواقع الويب وغيرها بالاضافة الى تطوير المقررات الاثرائية في مجال اساسيات بناء شبكات الحاسوب واساسيات علوم الحاسب الالي كالانظمة العددية والامن السيبراني والمواطنة الرقمية اشتركوا في القناة